السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يمنسيكم بالخير دائم نسمع كلمة الرصاص يردف الرصاص يعلق الرصاص يعظ مصطلحات كثيرة جدا في موضوع أن الرصاص أول شيء خلنا نطلع المخزن نتأكد بيت النار في شيء جميل هذه ضرورة يا إخوان يعني مهما بلغت من الاحتراف لابد أنك تتعاون مع السلاح كأنك أول مرة تستخدمه على كل ما نريد أن نشطح دائما مثل ما قلتكم نسمع مصطلح الرصاص يردف الرصاص يعلق الرصاص المسدس يعظ نضع اللوم على المسدس أو نضع اللوم على الرصاص طبعا أنا أتعمل تضع الرصاص هذا ولا أعرف اللي بيعونه ولكن لأن الرصاص هذا سألني عنه بعض الإخوان وبعضهم قال علق معي وبعضهم قال يردف وبعضهم قال يعظف المسدس إلى آخر من المصطلحات اللي أنتم تعرفونها طبعا ما هو بس المسدس هذا اللي سويت عليها التجربة اللي سويت عليها التجربة من كثير من الإخوان مسدسات كثيرة جدا لكن أنا أتعملت اليوم أسوي التجربة على هذا طبعا الكلام ينطبق على كلنا مسدسات سواء تتو الأر أو لا تسعة ميلي أو لا أي عيار كان جميل طيب نجي للموضوع بغير تكسر الطاولة هراء المسدسات بعضها يجي معها مثل السيبرينغ هذا يجي معها اثنين أو يجي معها واحد إضافي وبعضها مثل بعض المسدسات اللي اقتنيتها قبل فترة يجي معها سيبرينغين إضافيين غير اللي موجود في أمسدس والمسدس يكون وسط ويجي واحد من السيبرينغات لونها أزرق وواحد لونها أحمر يرمز له بالهفي أو الثقيل والأزرق يرمز له بالخفيف طيب وش الفائدة من السيبرينغات هذه قبل أن نتطرق الطاولة هذه بتطيح بس خلي واخرها كلي شونا دافها السيبرينغات هذه وضيفتها هي على المشكلة اللي الآن أكثر الناس يعاني منها اللي هي قطية تيردف يعلك الرصاص يختلف مثلا الرصاص هذا اللي عندنا هذا الآن الرصاص هذا خفيف لما يكون مسدس فيه سيبرينغ ثقيل الرصاص هذا أو أي رصاص كان خفيف لازم يعض أو يردف أو المسميات والمصطلحات اللي دائم حين نذكرها لذا كل رصاص كل رصاص كل رصاص لابد يكون له سيبرينغ مخصص وأحيانا يكون السيبرينغ وسط يمشي مع الرصاص القوي والرصاص الضعيف بعض الأخوان فالتوتو مسدس الخرازة يقول يعض خصوصا مسدس هذا الآن اللي قدامكم هذا قال لي أكثر من واحد أنه يعض طبعا ما جامعها لسيبرينغ واحد للأمانة جربته ما فيه أي مشاكل ممكن بعض الرصاص اللي هو سبسونك المرة المرة ينازل ممكن يعض أو يردف أو يعلق مثل ما يسمونه والحل بسيط إذا كان عندك سيبرينغ إضافي ما هو سيبرينغ يعني أخف إذا كان عندك أخف كويس تركب الخفيف للرصاص الخفيف الثقيل تركب للرصاص الثقيل ليش تركب الثقيل للثقيل للرصاص السريع القوي والخفيف للخفيف رجوع السلايد زي ما تشوفون فيه مرحلة هنا أخيرة هذه شفتوا الضربة هذه لما يكون لاحظتم الضربة هذه هذه تأثر في السلاح لما يكون السيبرينغ خفيف والرصاص قوي ويرجع السلايد ويضرب للخلف يأثر على المسدس لذا السيبرينغ الثقيل يستخدم للرصاص القوي على سبيل المثال مثل الرصاص هذا ويكون مثال ماهو دعاية لأجل لاحة يترجم كلامي ترجمة خاطئة خلنا نضرب مثال على المية وخمسة عشر النورينغ هذا والمية واربع وشرين المية واربع وشرين صلف قوي حقيقة قوي قوي يعني الرصاص يعني قوي بشكل غير طبيعي فصعب أنك تستخدمه مع سيبرينغ خفيف لأنه ممكن يضرب الضربة اللي خلف اللي ذكرت لكم فالمية واربع وشرين نستخدم معها السيبرينغ الثقيل لأنه بيرجع بيرجع السلايد بقوة للخلف فلما يكون السيبرينغ خفيف راح يضرب وراء بقوة طيب لو خلنا السيبرينغ الثقيل وارجع ويقول الكلام ما هو على مسدس هذا لا على كل مسدسات تسعة ميلي سبعة ونص ستة فاصلة خمسة ثلاثين أو اثنين وعشرين اللار يعني الربع الخرازة النص التسعة ميلي الى آخر من نظام السلايد طيب لو نحط الرصاص الخفيف والسيبرينغ قوي وشال اللي يحصل حنا قلنا لما يصير السيبرينغ خفيف والرصاص قوي بيرجع ويضرب وراء بقوة زي كذا وهذا يتأثر على السلايد لكن لما يصير خفيف وشال اللي يحصل اللي يحصل أن السلايد يرجع بالشكل هذا يرجع رجعه ما هي بطويلة الشوط ما هو طويل لاحظوا الفتحة فلما تطلع الطلقة يرجع كذا يعضها يعني لاحظوا زي كذا اول ما تطلع الطلقة يعضها ما يرجع رجوع كامل اجل ياخذ الطلقة كاملة هذه هي كل الحكاية مثل ما يقولون لذا المسدسات بعض المسدسات يجي معه مثل ما ذكرنا سبرينغ خفيف وسبرينغ ثقيل ترى ما هو شرط أن السبرينغ الخفيف يكون أقصر لا ممكن السيم نفسه صخيف وممكن يكون أطوى وممكن يكون أقصر طيب لو ما عندك الخفيف والثقيل والوسط لكن عندك اثنين نفس المقاس وش اللي تسويه تسويه مثل ما سويت أنا في بعض المسدسات عندي أخذت سبرينغ نفس السبرينغ اللي موجود عندي وحلقتين من هنا يعني يلفها الثانية إلى هنا زي كذا زي ما تشوفون وقصيته لكن إذا قصيته لابد أنك تسويه من هنا بأجل لا يصير حاد يعني يصير كذا متساوي تقص منه حلقتين وتركبه وتستخدمه فقط للرصاص الخفيف لا تستخدم الرصاص الثقيل وطريقة تركيب السبرينغ اعتقد سهلة الآن أبوريكم مثال على التي اس تو بتشوفونها الآن ميدانيا رمية ثلاث طلقات بالسبرينغ الأساسي الثقيل ويعظ وركبت السبرينغ هذا الأساسي وركبت السبرينغ الخفيف ورمية ثلاث طلقات ولا في أي مشكلة والآن شوفوا على الطبيعة الآن بنجرب نسدس التي اس تو طبعا التي اس تو يجي مع أكثر من سبرينغ الآن بنجرب واحد من السبرينغات اللي جاي تم معه على الرصاص اللي هو النورينغ هو المية وخمسة عشر أبو علبة زرقة بسم الله لاحظوا وقف ندفه الثانية وقف الثالثة وقف الآن أبغير السبرينغ ونشوف إن شاء الله بإذن الله الآن غيرنا السبرينغ ونباء نجرب حطينا السبرينغ الخفيف بسم الله واحدة ثنتين ثلاث ما شاء الله تبارك الله الحين أضبط مع السبرينغ الخفيف